معارك العنيفة تخوضها وحدات القيش الوطني المصنود بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي في مديرية مقبنة حيث تمكن من السيطرة على قبل النبيع هذا الذي يظهر أمامنا في الصورة والتقدم من خلاله إلى التلال المقابلة له ثم مدرسة النجاح تم السيطرة عليها القيش الوطني بإسناد من التحالف العربي سيطر على قرية البركنة ثم تقدموا منها إلى تبة النوبة ومنه سيطروا على قرية الميدان الجيش الوطني أيضا سيطر على العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الماليشيات الإنقلابية تقدموا كثيرا باتجاه جبل الكسارة المطل على الخط الرئيسي الرابط بين تعز المخاء الحديدة في البرح وذلك بهدف قطع خطوط الإمداد القادمة من المخاء الحديدة وكذلك القادمة من إيب شرقا وفي حال استطاع الجيش الوطني خلال الساعات القادمة من قطع هذا الشريان فإنه سيكون تمكن من فصل الماليشيات الإنقلابية غرب تعز عن تلك التي شرقها معنا هنا في مقبن أحد قادة الجيش الوطني يحدثنا عن سير المعارك في هذه المديرية خلال ثلاثة الأيام الماضية تم التقدم أولا ثبات في قبل النبيع بعد محاولات عديدة من الإنقلابين للسيطرة عليه ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قرية العبدلة قرية البركنة في العبدلة وتمت استعادة هذه القرية من أياد الإنقلابيين وكذلك المدرسة النقاح بالعبدلة القيش الوطني المصند بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي يسعى إلى تمشيط كل هذه المناطق كما أنه يصر على أن يتقدم وينهي معركة الشريط الساحلي لمحافظة تعز وكذلك التقدم باتجاه محافظات الحديدة محمد الحديثي الإخبارية من منطقة حميار غرب مدينة تعز